اكد سعادة الدكتور محمد بن بارك بن دينة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ دعم مملكة البحرين الكامل لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة للتخفيف من تأثيرات تغير المناخ على المنطقة والعمل المشترك لتحقيق أهداف العمل المناخي العالمي جاء ذلك لدى مشاركة سعادة الوزير في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي عقدت في مدينة جدة بالسعودية وخلال القمة شدد سعادة الوزير على حرص مملكة البحرين الدائم والمستمر على أن تكون جزءا مهما في تحقيق الأمن البيئي في المنطقة والعالم بما يتماشى مع أهدافها والتزاماتها في هذا الشأن نضحنا بأن مملكة البحرين صادقت على ميثاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر إمانا من المملكة بدور المبادرة في تحقيق الأمن البيئي في المنطقة والعالم وحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي مما ينعكس بشكل إيجابي على مساعي مملكة البحرين وأهدافها البيئية للوصول للحياد الكربوني عام ٢٠٦ ترجمة نانسي قنقر